مهم كمان عايز اقول لحضركم في هذه الاسناء وانا معاكم على هوا مباشرة خبر مهم جدا متعلق بلاعب النادي الاهلي بدر بنون حسب الانباء الواردة لينا من المغرب بنسبة كبيرة خلال الساعات القليلة القادمة بدر بنون ان شاء الله سيعود الى القاهرة وينتظم مع الاهلي في الفترة القادمة لان المعلومات اللي وردت لينا ان تم استبداله باشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة الماضية وده اجراء طبي تم اتخاذه من قبل المنتخب المغربي وبالتالي بدر بنون قد يعود للقاهرة خلال الفترة القادمة عقب شفاءه وليما لا بإذن الله يكون احد الخيارات المتاحة لكأس العالم للاندية ده هيتم التعرف عليه خلال الفترة القادمة لكن رسميا من خلال متابعتنا للسكورشيت وقايمة المنتخب المغربي تم استبدال اشرف بن شرقي ببدر بنون وبدر بنون سيعود للقاهرة خلال الفترة القادمة وخرج من منافسات كأس الامم الافريقية في الفترة الحالية مع المنتخب المغربي ألف سلام على بدر بنون وننتظر عودته للقاهرة للكشف الطبي والاستعداد إن شاء الله للفترة القادمة مع الأهلي خلال منافسات كأس العالم الأندية ولما لا إذا كان فيه فرصة أن يشارك في كأس الربطة ممكن ده نشوفه خلال الفترة اللي جاي